انتقادات لاذعة وجهتها موسكو لقرار قادة الاتحاد الأوروبي عدم التعاطي بشكل إيجابي مع الدعوة الروسية لعقد قمة تجمع الرئيس الروسي فلاني ميركوتن بالقادة الأوروبي الخارجية الروسية اعتبرت أن الاتحاد الأوروبي تحول إلى ما وصفته برهينة لأقلية عدوانية فما تأثير الموقف الأوروبي في مستقبل العلاقة بين الجانبين؟ البيان الختمي للقمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل وجه دعوة إلى روسيا لوقف إجراءاتها ضد الاتحاد الأوروبي والدوان المجاورة وهدى للبيان بالرد بطريقة حازمة ومنسقة على ما وصفه بأي نشاط غير قانوني من روسيا بما في ذلك العقوبات الاقتصادية ونرحب بضيفين من باريس الكاتب والباحث السياسي جون بير بيران أهلا بك سيد بيران عمر السكنوز عربية ومن موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو دكتور نيزار بوش أهلا بك دكتور بوش أبدأ معك سيد بيران ماذا يعني الدفع بهذه العلاقة الدبلوماسية إلى خطوط المواجهة الأمامية الأولى رد الخارجية الدعوة الأوروبية التي تلاقي أيضا الموقف الأمريكي هل عدنا فعلا إلى الخطوط الأولى بان الحرب الباردة وإلى إلا سيذهب بوتين بعد رفض إنشاء أو الذهاب إلى قمة أوروبية معه لم نعد بعد إلى الحرب الباردة ما زلنا بعيدين من تلك الأجواء لكن علي أن أذكر أنه من بين الشركاء الأوروبيين السبعة والعشرين كان هناك بعض الدول التي حبدت استئناف النقاش مع الرئيس بوتين مثل ألمانيا وأيضا فرنسا إلى حد ما السيدة المستشارة ميركل قالت إنها محبطة بأن الحوار لم يستئنف وقالت إنها لا ترى أن استعادة الحوار سيكون في أمد منظور لذلك هي متشائمة جدا في هذا الصدد رأي فرنسا كان متوازنا ففرنسا قالت إن الحوار يبقى بناء وسيحدث في وقت ما وإنما نبرت ماكرون كانت متوازنا والسبعة وعشرون دولة الأوروبية كانوا عدوانيين تجاه قمة كهذه مثل بولندا وهولندا وكذلك الدول الموجودة في البلطيق وأيضا دولة أخرى نسيتها لكن الهولندا وسويد أيضا كانت عدائيا ورفضت عقد هذه القمة العقوبات في الوقت الحالي تتواصل وتحدث عن تلك التي اتخذها الاتحاد الأوروبي على روسيا وهذه العقوبات تبقى رمزية وليست جد حقيقة وهي هم فقط ثلاثة قادة من روسيا ولذلك نرى أنه ليس هناك تغير كبير ولكن الذهاب أستاذ نزار إلى خطوط المواجهة التقديل من قبل السيد بيران من دقة هذه المرحلة هل بأن المعادة اليوم بالنسبة لبوتين وبالنسبة للكريملين اشتدي أزمة فرجي وقد يذهب ربما على غرار العلاقات الديبلوماسية الأمريكية الروسية التي عادت في الأيام القليلة الماضية نعم كل التحية لك ولضيفك في حقيقة الأمر يعني ما تحدث به ضيفك من باريس وقال أن 27 دولة ربما يعني الاتحاد الأوروبي كله يعادي روسيا لا على الإطلاق لنرى الآن فرنسا ألمانيا إيطاليا ودول أخرى كلها لها علاقات جيدة جدا كانت تجارية وحتى تبادل علمي يوجد بين ألمانيا وروسيا عفوا بين كما أيضا فرنسا وروسيا إيطاليا وروسيا وهذه الدول التي لها الثقة الأكبر في الاتحاد الأوروبي حقيقة وتريد فعلا أن تكون علاقاتها جيدة جدا مع روسيا وهي تعمل على ذلك ولكن ما هو يعني مؤسف أن هناك بعض الدول الأوروبية وعددها عشرة التي صوتت ضد هذا القرار أو ضد عقد قمة روسية أوروبية منها بولندا ومنها طبعا دول البلطيق وربما هولندا ودول أخرى طبعا كل هذه الدول بصراحة ما زالت تحت تأثير الضغط السياسة الأمريكية وطبعا أعتقد أن السياسة الأمريكية تهيمن على سياسة هذه الدول وهناك أمر آخر جدا هو تفشي النازية في بعض الدول منها مثلا أوكرانيا منها بولندا وبعض دول البلطيق بالأحرى والمزاج العدائي لروسيا ولكن لا نعرف ما هي الأسباب حتى الآن يعني هم يتحدثون أنهم يريدون معاقبة روسيا كيف يمكن لهم أن يعاقبوا روسيا مشهد التراشق الإعلامي والكلامي في ملفات المنطقة ليبيا سوريا بلاروسيا ما يحصل أيضا في أزمة شبه جزيرة القرم هي سلة واحدة بالنسبة للأوروبيين تفضل جميل 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 أولا أولا أنا أتفق أن هناك اختلاف جزري في هذه طبعا المشاكل أو القضايا التي ذكرتها يعني لنرى سوريا لنأخذ سوريا بسرعة أطرح لكن لنأخذ سوريا لم يقدم الاتحاد الأوروبي وللوياك المتحدة الأمريكية بديلا لما يسمونها النظام الأسد سوى داعش وجبهة النصرة وإلغاء سوريا من خريطة الشرق الأوسط لنأخذ ليبيا ماذا فعلوا هم ماذا فعلوا في ليبيا روسيا أوقفت الحرب في ليبيا ووضعت توازن كانت ليبيا سوف تكون تحت سيطرة الأتراك لو لا دخول الروسي على الخط كانت سوريا كلها محتلة من قبل داعش وجبهة النصرة والجماعات الأرهابية المدعومة غربيا أصلا لو لا روسيا لنذهب إلى أوكرانيا كانت النازية مسيطرة والآن مسيطرة طبعا النازية على أوكرانيا كانت سوف تعمل عجائب بأرواح الناطقين باللغة الروسية سوف تقتلهم عفوا عفوا ماذا قدم الغرب عفوا هنا نقول ماذا قدم الغرب من حلول لهذه القضايا لم يقدموا على الأطلاق هم الآن يقولون روسيا تتدخل وروسيا يجب معاقبتها وحصارها اقتصاديا ولكن أيضا هم الذين تضرروا من كل هذه العقوبات روسيا لم تتضرر أنا قلتها وأقول وعيد وأكثر من مرة روسيا لم تتضرر صديق العواصم الأوروبية التي كانت بمنع العلاقات الملتهبة بين واشنطن وموسكو هل تخشى اليوم أي دور مطلوب من برلين ومن باريس الموقف الماني كان واضح وانا قلتها المشارة الألمانية أنا جميل مركل في هذه القمة ماذا يعني سقوط أو إسقاط أي قمة أوروبية روسية مستشار الألمانية قالت إنها تريد حواراً لكنها قالت إنها لا تتطلع أنه سيقع في وقت قريب هذا يعني أنها متشائمة ونعرف أنها ستنتهي سلطتها خلال أشهر قليلة سيدة ميركل لذلك أعتقد أيضاً أنه ما دامت هناك معارضة من هولندا وبولندا والسويد ودول بلطيق فهي فعلاً دول غير كبرى مقارنة بالدول الأخرى بسبب سكانها لكن هي لها دورها في الاتحاد الأوروبي ودون إجماع لا يمكن أن تحدث قمة هنا مكمن أهمية هذا الموقف الضيفكم تحدث عن سوريا وليبيا هذه القضايا خارج نقاشنا ونحن نتحدث هنا عن معارضة روسيا وما تفعله في أوروبا وهذا يعني ما تفعله في أوكرانيا وما تفعله في بولانيا أيضاً هذه الدول ترى أن هناك عدواناً من قبل روسيا تجاه دول أوروبية فرنسا تحبّد حواراً مع روسيا ألمانيا أيضاً في الوقت الحالي تريده لكن لا بد أن نعرف أنه لا بد من أخذ في الاعتبار القوى الرافضة لهذه القمة وهذا يعني انقساماً في أوروبا ويعني أيضاً أن هذا مخيب ومقلق للأوروبيين أنه لا يمكنهم أن يناقشوا قضايا مهمة تجري حالياً في قمة كهذه كما حدث مؤخراً بين بايدن وبوتين ولذلك ألمانيا وفرنسا تريدان الاستلهام والاسترشاد من القمة الأمريكية الروسية وعقد قمة الذهاب أستاذ نزار إلى هذه القمة يعيد ترتيب الأولوليات أريد منك أيضاً قراءة في عودة العلاقات الديبلوماسية عودة هذه الحرارة بين موسكو وواشنطن وكيف يأتي الانعكاس أو التأثير الأمريكي على العواصم الأوروبية على القادة الأوروبيين وكيف انعكسها بالتالي على قمة بريكسل للاتحاد نعم في حقيقة الأمر ما زالت هناك بعض الدول متزمتة جداً وفي حالة عداء لروسيا بدون تقديم أي تبرير لهذا يعني ما ذكره ضيفك الكريم أن روسيا تعمل حالات عدائية في بولونيا كيف؟ ماذا فعلت في بولونيا؟ ماذا فعلت في دول بلطيق؟ ماذا فعلت في أوكرانيا؟ هي أوقفت الحرف في أوكرانيا هذا أولاً ثانياً أما بالنسبة لهذه الدول التي ذكرتها هي كما قلنا تحت ضغط وتأثير السياسة الأمريكية بالمطلق بالمطلق أن أقولها ولكن هناك بعض الدول التي تريد أن تخرج من عبائة السياسة الأمريكية مثل فرنسا وبريطانيا عفوا نسبة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى وحتى بالتصور أتشيك نفسها رئيس وزراء أتشيك قال يجب أن نحسن علاقاتنا مع روسيا يجب أن نفعل علاقاتنا التجارية والدبلوماسية مع روسيا رغم أن كان هناك أزمة دبلوماسية بين الدولتين هذا بعد طبعاً اجتماع بوتين أو قمة بوتين بايدن هناك سلوفاكيا نفس الشيء هناك بعض الدول الأوروبية التي تريد شراء مثلاً لقاح سبوتنيك ضغطت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوقف هذه الصفقات إذن أنا أقول لك ليس لدى هذه الدول قرار سيادي سياسي في السياسة الخارجية حقيقة للأسف طبعاً روسيا دولة أوروبية ومجاورة يجب على هذه الدول أن تتعامل معها كجغرافيا موجودة كقوة عظمى موجودة يعني كيف يمكن أن نقول أنه يجب طرد كل الناطقين باللغة الروسية من أوكرانيا يعني تحدث بذلك رئيس أوكرانيا عن ذلك كيف هذه نازية هذه نازية جديدة وهناك تنامي للنازية الجديدة في أوروبا نفسها في بعض الدول الأوروبية وهذا تعرفه ميركل ويعرفه ماكرون ويعرفه طبعاً بعض الرؤساء أو القادة الأوروبيين فلذلك أعتقد أنه يجب محاربة النازية أولاً يجب كما مدت روسيا يدها إلى الاتحاد الأوروبي وإلى جيرانها يجب أن تمد هذه الدول يدها يجب أن لا ترفض الآن أنا أقول لك الكرة في ملعب الأوروبيين حقيقة روسيا لم ترفض أي قمة روسيا من باب ثقة بالنفس من باب أنها محقة سأعود معك إلى هذا النقاش أستاذ النزار ولكن سيد فران فروسيا مفتوحة مفتوحة للنقاش في أي موضوع كان تأجيج المواجهة الجيوسياسية اليوم بالنسبة للأوروبيين وأيضاً بالنسبة لواشنطن ملف حقوق الإنسان وقضية المعارض نفاللي فضلاً عن المصالح الأوروبية تحديداً مصالح خطوط الغاز كيف يمكن اليوم تذليل الملف الأول ومن ثم الثاني الإصار الأوروبي الواضح للذهاب إلى هذه القمة وقد أصايت إلى تحزير سيد نزار في حال تأخرت أعتقد أن العقوبات الأوروبية تجاه روسيا كانت رمزية جداً ومعتدلة للغاية لم تكن شيئاً يذكر في الواقع فقط نحو أربعة مسؤولين من الصف المتوسط ولذلك ليست عقوبات قوية وإذا ندلنا إلى العقوبات الأمريكية فهي قوية فعلاً وأوروبا ليس لها سياسة عقوبات مثل تلك التي تقوم بها أمريكا هناك الكثير من الروس الذين يأتون إلى أوروبا يستثمرون يقضون عطلاتهم وهناك علاقات كثيرة لا يمكن إذن أن يكون هناك عدواناً من جهة وفي الوقت نفسه أن نستفيد من تلك الامتيازات الأوروبية التي يستفيد منها الروس ما يطالب به البعض هو أن يكون هناك سرامة أكبر ومعارضة لما تقوم به روسيا لذلك هناك عقوبات رمزية من جانب ولذلك هذا ليس دليل على قوة أوروبا والرغبة في تصعيد الأمور معها وأعتقد أن الرئيس ماكرون قال هذا وهو يريد أن يكون هناك استقلالية أوروبية كما تحدث عنها الجنرال شارل ديغول عندما تحدث عن فرنسا في ذلك الوقت مقارنة مع أمريكا لكن لا يزال سبيل الطريق طويلا يبدو أننا سنظل في هذا الوضع المتأرجح والواقع أن هناك قضايا ملحة وخصوصا فيما يخص حقوق الإنسان ما حدث مع ليكسينا فرني وأيضا ما حدث مع الحق شبه جزيرة القرم وقضايا أخرى لذلك هناك جهد يجب أن يبدل من أوروبا من أجل أن تموقع نفسها كقوة حقيقية وتتفاوض مع روسيا على هذه الأمور أستاذ نيزار بين تصعيد المواقف تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ابن حملته الانتخابية عن مواجهة جديدة تحدث قبل قمة النيتو بأن هناك خطوط حمر سيرسمها اليوم العواصم الأوروبية بعد قمة الاتحاد تقلل بل تلغي فرص قمة أوروبية روسية كيف يمكن لبوتين اليوم تذليل كل هذه العقبات والأخذ بكل هذه الملفات المعقدة كل ملف على حدة لفرض شروط جديدة رغم أن العلاقة الأمريكية الروسية أخذت منحة إيجابة ولو ضئيل نعم في حقيقة الأمر منحة إيجابة ضئيل جدا وليس فقط ضئيل بل ضئيل جدا يعني إعادة السفراء إلى أماكنهم أعتقد ليس هذا الأمر الكبير جدا هذا أولا ثانيا أؤيد ضيفك الكريم في نقطة واحدة وهو أنه فعلا أوروبا ضعيفة ضعيفة حقا لأنه ليس لديها مبادرة لا تستطيع المبادرة لاتجاه روسيا لا تستطيع أن تعمل حوار مباشر مع روسيا دون طبعا استشارة الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مع أنهم يحاولون يحاولون كل دولة على حدة هناك محاولة مثلا كما قلنا من فرنسا ومحاولة من إيطاليا ومحاولة من ميركل من ألمانيا هذه حقيقة موجودة ولكن ما زالت كل هذه الدول والدول الاتحاد الأوروبي يعني يقع تحت الضغط الأمريكي ولكن هذا الضعف الموجود في الاتحاد الأوروبي يأتي من أن هناك شيء اسم جماعي العداء الجماعي بسبب فيتو واحد لدولة واحدة تصور هناك دول تريد أن تكون لها علاقات جيدة وتبادل تجاري واجتماعي بالنسبة وهناك تاريخ مشترك كثير بين فرنسا وروسيا هناك تاريخ مشترك بين ألمانيا رغم الحرب التي حصلت بين ألمانيا وروسيا هناك عوائل مشتركة ولكن مع ذلك لا تستطيع هذه الدول أن تأخذ منحا إيجابيا تجاه روسيا لأن هناك فيتو دولة صغيرة لا تأخذني مثل بولونيا أو دولة من دول بلطيق تضع الفيتو وتقول لا يجب أن نكون كل يوتنا في عداء جماعي تجاه روسيا هذا ضعف أوروبا نعم أوروبا ضعيفة بهذا الشكل أشكرك جزيلا شكر انتهى وقتنا دكتور نيزار بوش أستاذ العلوم السياسية في جامعة موسكو كنت معنا مباشرة من العاصمة الروسية أعتر منك لديق الوقت وأيضا من باريس الكاتب والباحث السياسي جون بير بيران شكرا جزيلا لك على هذه الإطلالة عبر ردار الأخبار